دقت ساكنة وجمعيات المجتمع المدني بيتيزني ناقوس الخطر تجاه الوضعية البيئية المقلقة التي يتسبب فيها مطرح الأزبال بشكل شبه يومي إضافة إلى انعكاساته السلبية على الصحة العمومية موسيقى 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 معاناة يومية جعلت الساكنة المحلية تخرج للاحتجاج بشوارع المدينة في ظل جائحة كورونا مطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل لوضع حد لهذا المشكل الذي عمر طويلا بالمنطقة موسيقى 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 وتدوير النفايات ولغا يخلق لنا 18 ألف منصب شغل إن شاء الله عندنا في المنطقة ديالتي زنيت واللي تقدر تكلفة المالية دياله 220 مريان سنتيم مدعم من من برك الأوروبي من برك الاتحاد الأوروبي هدف شقه الاقتصادي وكذلك في الشق الاجتماعي هناك مساهمة من الاتحاد الأوروبي وإن شاء الله سيتم 24 واحدة للفرز النفايات من بينهم المعدر الكبير والملف الآن هو بين الجهات المسؤولة واللي تنتمنوا أنه يتحط لنا على أرض الواقع لأنه فعلا إلى تحقق هذا المشروع هذا فهو سيكون نقلة نوعية بالنسبة لمنطقة ديالتي زنيت وهي محتاجة بحل هذه المشاريع هذا وضع خطير تقول فعاليات جمعوية من شعنه أن يلحق أضرارا نفسية وصحية بالساكنة ويتسبب في مزيد من الاحتجاجات ما لم تجد له الجهات والمعنية حلا ترجمة نانسي قنقر